طبعا هاي الزكرة هي الزكرة العاشرة للدفاع المدني اللي كانت هي ميساق توقع من قبل جميع الفرق اللي كانت تعمل بالبحث والانقاذ وفي مجال الاطفاء والاسعاف في كافة كان المناطق المحررة منذكرة دي كل ايام كان في بعدة مناطق بالدماشق والريف دماشق والقنيطرة والدرعة واللاتقي وكان بادلب وحلب هاي الفرق كلها كانت تشتغل بشكل منفرد ما كانت تحت ادارة وحدة نحن بهذا اليوم بالذات يعني 25 عشرة اقدرنا نجمع كل هاي الفرق وعملنا ادارة وحدة وتم انتخاب مجلس ادارة كان هو مجلس الادارة الاولي اللي بتم انتخابه لادارة الدفاع المدني وكل ياتنا عملنا تحت ادارة وحدة لذلك هذا اليوم هو ما يوم عادي يعني هو كان يوم يعني عظيم بالنسبة لمؤسسة الدفاع المدني انه كنا كلياتنا عم نشتغل تحت ادارة وحنا عدة انجازات قام في الدفاع المدني بس هو ابرز انجاز انجاز اللي نحن نحسه هو جائزة الكبرى هي انقاذ الارواح اللي عملنا خلال فترة خلال عشر سنوات على انقاذ اكتر من 25 الف شخص انه كانوا لحد الان على قيد الحياة فهو هذا اكبر انجاز في عدة انجازات قمنا من خلالها من عمليات الاسعاف اللي عنا اسطول كامل في مجال الاسعاف في عمليات تعافي المبكر اللي كان الى اثر للناس انه هي تستقر وتحاول انه تعيش برغم من الظروف الصعبة اللي عدت عليهم من قصف وتهجير بس ولكن هي ساعدت في عمليات صمود المجتمع خلال انشاء شبكات الصرف الصحي من خلال انشاء شبكات المياه بالاضافة لعمليات ايضا اللي قمنا فيها من تلك العمليات هي دعم قطاع التعليم من خلال عمليات نقل الاسعلي ترميم المدارس كان هناك ايضا الخطر الاكبر الذي كان يهدد شمال الارب سوريا وهو مخلفات الحرب التي عملنا على ازالة عشرات الالاف من القنابل الغير مفجرة وعملنا على ازالتها الرسالة هي رسالة للمجتمع الداخلي او للمجتمع السوري انه نحن مستمرين معكم رح نظل معكم بكافة الظروف ان كانت في الظروف الطبيعية اللي نحن نتأمن انه دائما تكون مستمرة ولا هي لا في قصف ولا في تهجير نحن مستمرين معكم بتقديم الخدمات وما استطعنا من تقديم الخدمات ودائما ما هنالك برامج جديدة يقوم بالدفاع المدني نعمل على تنشيطات الرسالة الاخرى اللي هي للمجتمع الدولي ان يعمل على ايقاف تلك المجازر التي تحصل لشمال غر سوريا بالاضافة انه يكون هناك محاسبة ايضا لتلك الجرائم التي ارتكبت وان لا تمر هذه الجرائم مرور العابرين وان يكون هناك فعلا محاسبة وردع لكي لا تتكرر تلك الجرائم